السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقلت هذه النبتة من الأصيص الصغير التي كانت فيها أقل من 10 لتر ونقلتها إلى أصيص 25 لتر بس لكي أعطيها مساحة لأنني لاحظت أن الأصيص يجف جداً بسرعة خلال سبوع واحد يجف بسرعة جداً فخفت على النبتة بالذات لأن الوستيريا تحب أن جذورها تكون رقبة دائماً وتفضل الرطوبة فنقلتها إلى هذه الأصيص 25 لتر النبتة الآن ليس في فترة نمو فنموها واقف فما في انطلاق نمو فنموها واقف ولكن إن شاء الله لما تدخل في مرحلة نمو مرة ثانية وبعد التقليم إن شاء الله راح نشوف نمو يكون أقوى لأن جذور فيها مساحة أكثر إنها تنمو وراح تنطلق بشكل أكبر إن شاء الله وأيضا إن شاء الله راح أحاول أني أكثرها بالتجربة اللي سوناها اللي هي الترقيد الأرضي اللي حاولنا أن ندفن ساقل نبتة الياسمين أو الراسجي وراح أحاول أسوي نفس الطريقة مع هذي لأن العقل ما قاعدة تنجح معاي في الوستيريا ولكن حاب بني أكثر منها وممكن أن أزرعها في محلات تانية في الحديقة ممكن أحطها في الأرض وتسلق على الطوفة أو الجدار وتعطيني منظر حق البيت فهذا اللي سويته مع هذه الوستيريا مجرد أن نقلتها إلى أقصص أكبر على أساس يكون في عندي نمو أكثر راح إن شاء الله نتابع نموها وتطورها وتقليمها ونشوف إن شاء الله شيء يصير فأتمنى أن أستفدتم من هذه الفيديو السريع لو أنه ما في شيء بياني ولكن مجرد لمتابعة المعلومات والأحداث في السلسلة اللي تخصها بالنبتة فإذا في عندكم أي سؤال أو أي استفسار بخصوص هذه النبتة أو أي نبتة ثانية أو أي موضوع ثاني ممكن تتركونا في قسم التعليقات وإن شاء الله راح أحاول أجاوب أسئلتكم بس رأواك ممكن وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو اللي عين في أماننا